بسم الله الرحمن الرحيم أشرح لكم اليوم إن شاء الله كيف ممكن أعمل تقرير تفاعلي مثل هذا التقرير بحيث أني عندما أضغط على الصورة يفتح عندي رابط بكشوفات مثلاً أسماء طالبات أو توقيع طالبات أو مثلاً بهذا الشكل والآن بعد أن جهزنا النص الذي نريد وأتينا بالصور التي نريد استخدامها كروابط نرفع كشوفات التوقيع مثلاً على أحد مواقع التخزين السحابي سواء كان جوجل درايف أو وان درايف مثلاً أو دروب بوكس مثلاً هذا الملف عندي أضغط على مشاركة للحصول على الرابط أنسخ الرابط ثم أعود للباور بوينت ولتقريري أقوم بالضغط على الصورة بزر الموسي الأيمن ثم ارتباط تشعبي وألصق العنوان في هذه الخانة بهذا الشكل هناك طريقة أخرى سأستخدمها في الصورة التي بالأسفل من إدراج أضغط على إجراء ثم ارتباط تشعبي إلى URL كشريحة من شرائح الباور بوينت أخيراً يمكن حفظ هذا التقرير كPDF من حفظ باسم ثم أحفظه مثلاً عندي في سطح المكتب لأسميه تقرير مثلاً ثم من حفظ كنوع أختار PDF وحفظ وهذا الملف عندي الآن PDF طبعاً ميزة PDF إنه يدعم الروابط لاحظوا هذا الرابط الأول يعمل والرابط الثاني أيضاً يعمل ترجمة نانسي قنقر